ولدى تطرقه إلى السياق التاريخي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية استذكر مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة توالي حالات الإنكار والنفي لالتزامة المغرب إزاء استشارة الشعب الصحراوي في إطار استفتاء تقرير المصير إن الطرف المغربي لا يزال مسرا على إنكار الخلفيات التاريخية للقضية الصحراوية حيث أصبح المغرب لا يرغب في سماع كلمات مثل الاستفتاء وتقرير المصير أو المراقبات الأممية لحقوق الإنسان